نحن في انجيل يحنى اصحاح 21 واخر اصحاح بنعمة ربنا نفكركم احنا اللقاء ده كان مع المسيح له المجد بعد ايامته لما مجموعة من التلاميذ قرروا انهم يطلعوا استاذه في ليلة وكان يتزعمهم بطرس والمرة ستقولنا انه قد يكون ده نوع من التراجع او النكسة في حياة معلمنا بطرس انه يرجع يفكر تاني بصود السمك بعد ما بقى مكرس لخدمة ربنا وقعونا ان ربنا مساء المسيح له المجد وضى بانه طول الليل ما يلاقوش سمك وكان عاوز يرجع معهم شعور ذكريات ان الوحدهم لما بيدوروا على اكل العيش في الحاجات دي تلاقي الدنيا صعبة ومش بتديهم بينما لما يبقى ربنا معاهم الحكاية لها طعمتان فلما جالهم المسيح له المجد على وش الفجر كده ما كانوش ماخدين بالهم لسه وقال لهم يا غلمان العل عندكم اداما قالوا له لا قال لهم القوا الى جانب السفينة الايمن فتجدوا يلقوا الشبكة ولما رموا الشبكة احنا وقفنا عند الحتة جزون فالقوا ولن يعودوا يقدرون ان يجذبوها من كثرة السمك لما رموا الشبكة مبقوش قادرين يشدوها من كثرة السمك فالاحساس ده يمكن كان اخر احساس في رحلة صود يحنى البطلس بالذات لما كانوا في السفينة وبرضو جون يشدوا الشبكة في نص البحر مبقوش عارفين يشدوها وفعتها بطرس فجد عند رجلين المسيح وقال له اخرج من سفينتي لاني راجل خاطئ فللنساعة ربنا يرجع لنا شوية ذكريات تحسسنا بمشاعر قديمة وترجع فينا حرارة روحية ممكن نكون استقدناها فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطلس هو الرب يمكن قبل كده قلنا ان بطرس يحنى بذات كانوا اكتر تلميذين يمكن ملتسقين ببعض بالرغم من فرق السنة وفرق الشخصية بطرس مندفع شوية يحنى هادي شوية لو عاوزين تطفل مراوح نريد تطفل مراوح شايف ناس كتيرة قلقانة معلش بطرس ويحنى كانوا إلى حد كبير مرتبطين ببعض فيحنى ميل على بطرس وقال لهو الرب لما سمع بطرس ان هو ده ربنا كان عريان مقام صيادين مع بعض في الليل فاتذر بسوبه وخوت كده في البحر على رجليه عشان يطلع بسرعة عشان يقابل المسيح بالسرعة واحد يقول طب ما يمكن رمى نفسه في البحر خدلا الكلام ده يمكن كان يبقى خدلا لو ده اول لقاء للمسيح بطرس بعد الايامة كنا نقول مكسوفي قابل لانه عامل عملة وانكره لكن ما تنسوش انه فيه اكتر من لقاء قبل كده اولا في يوم الايامة الصبح بطرس قابل المسيح وما نعرفش عنها اكتر من زهرة ايضا لسمعان ما تكتبش عنها اكتر من كده يعني كان فيه لقاء شخصي خاص جدا بين المسيح و بطرس يوم الايامة الصبح زي زي المكدلية كده كنا عرفنا تفاصيل لقاء المكدلية لكن الانجيل ما سجل لناش لقاء بطرس والمسيح كان شكله ايضا طبيعي هيكون فيه توبة من بطرس و ترحيب من المسيح له المكدل و تشجيعه بعد كده في نفس اليوم بعد الدوش بطرس كان واحد من التلاميذ اللي دخل عليهم المسيح في العلية وقعد معاهم فيبقى مش ممكن يكون ده اول لقاء بين المسيح و بطرس فكون بطرس لمح المسيح الشاطئ ونزل على المية ما كانش خدل من بطرس قد ما كان يعني اندفاع منه عاوز يطلع يقبل بسرعة اول ما اكتشف حضور المسيح له المكدل وقلقى نفسه في البحر واما التلاميذ الاخرون فجاءوا بالسفينة لانهم لم يكونوا بعيدين على الارض الا نحو مائتي زراع احنا قلنا دايما السفينة لما تيجي تقرب من الشاطئ فتحرك ببطر ويمكن ده سبب ان بطرس سبق وطلع على رجله وابتدى يسد السفينة من برة وهم يعني يحركوها لغاية ما ترك انخاف لان معاهم كون سمك كبير قوي دلوقت وهم لقوا الشبكة مسكت فلي بالكو في الغالب ما رفعوهاش فوق السفينة جروها جر لغاية ما تصل على برة لانها مش قادرين يشيلوها من كتر السمك فهم كده كده قريبين من الشاطئ فابتدوا يقربوا بالسفينة ببطء ويجروا الشبكة في ظهرهم عشان تدخل على الشاطئ وهم يجرون شبكة السمك دي التعبير يجرون شبكة السمك بينما لو تتذكروا المرة الاولى المسجلة في لقى خمسة اضطروا يحملوا السمك على السفينة كمان اتقال ان السبكة بتقطعت يعني ما بقيت بتفتأ كده منهم لانه مش من كتر السمك المرة دي يقولوا ايه هذكروا بيانة السمك فلما خرجوا الى الارض نظروا جمرا موضوعا وثمكا موضوعا عليه وخبزا لما خرجوا الى الارض نظروا جمرا موضوعا وثمكا موضوعا عليه وخبزا حاجة عجيبة اوي ان المسيح له المجد ادهم سمك برقم كبير اوي هنشوفه دلوقت لكن لما طلعوا اكتشفوا ان المسيح محدد لهم سمك مشف يعني هو ودهم سمك كتير اوي لكن لما طلعوا اكتشفوا ده الصبح لسه انه نظروا جمرا موضوعا وثمكا موضوعا عليه وخبزا ايه معنى الكلام فيه يمكن فيها رسالة بدون كلام كان على اي صعب ان كنت عوزين اكل ما انا وعدتكم ان اللي هيمش معايا مش هيحتاج وانا يعني اكلكو شربوكو ده يعني هتبقى مشكلة عندي فكان المسيح بالرغم انه بركلهم ودهم سمك لانهما تطول الليل بيدوروا لكن كان فيه نوع من العتاب انه احنا مش قدنا السمك ده علي انا وتبقى انتو بتوعناس صيادين ناس ليه بتدور على سمك تاني كونوا جاب لهم سمك وحطوا يتسوي وطلعوا لقوا المنظر كده كأنه هو اللي عمل لهم ولينا اعتقد فيها نوع من العتاب ايه اللي خلاكو ترجعوا تاني تشتغلوا في صياد السمك المسيح لو نجد في اتباعه لما بيعات بيعات برئة جدا يعني ما كسرش خطورهم وسبهم طول ذلك من غير سمك جاء الفجر بديهم سمك بالعدد لكن كمان حاب يفهمهم انه يعني مش الضحر اللي بيطلع السمك بس ومن الحكاة ما كانتش محتاجة يتعب ده كله خليكو مركزين في الخدمة وفي الحاجات المهمة والثمك المشوي علينا فوجدوا نظروا جمرا موضوعا وثمكا موضوعا عليه وخبزا حتى العيش جايب وعمل كل حاجة برضو دي بترجع لهم الذكريات القديمة لما كانوا يأكلوا مع بعض ويشربوا مع بعض هو بيأكد قيامته بيأكد انه قام حقا وبالجسد وهيأكل معاهم وهيفتكروا القعدة دي عشان ما بقيتش فيه نوع من الشك قال لهم يسوع قدموا من السمك الذي امسكتم الآن يمكن تفاديا للإحراج لانه لما شافوا السمك غالبا فيهم الرسالة هو برضو مردش يحرضهم اكتر قال لهم تب هاتم السمك اللي جبتوه حطوه كمان مع السمك اللي انا جبتوه برضو دي فيها معنى روحي عميق هم هيتعبوا في الخدمة بعد كده هيصيدوا وهيصهروا لكن هيكتشف ان فيه نفوس بيجيبها المسيح بطريقته وهو يقول لهم هاتوا النفوس اللي انتوا جبتوها مع النفوس اللي انا جبتها يعني ساعات الواحد فينا يكتشف ان ربنا بيجيب ناس محدش خدمها بيجيب ناس بطريقته بيجيب ناس بأسرار لا يدركها العقل دي واحد زي كرنيليوس مثلا في سفر الاعمال كرنيليوس زي ما حدش كان بيبشره ولا حد بيكلمه عن المسيح ولا حد يتجاثر حد ده رجل قائد مئة واتني صحي رجل فاضل ولو يصير حلوة بس مش على بال اليهود خالص يفتقد النوع ده يقوم ربنا يروح لكرنيليوس ودعث له ملاك وافتقده ويحبره سمك مشوي يحبره كده سمك يعني يعمله حاجة خاصة برضو شاول الترسوسي شاول الترسوسي ما يطلعش في الشبكة العادية بتاعة السلاميذ ما يقدروش عليه ده سمكة صعبة اودي ما يطلعش بالسهل لكن هم يكتسفوا انه شاول الترسوسي ده المسيح صادق نفسه ومحضره اكلة جميلة للكنيسة كلهم معنى كده انه لما قالوهم هاتوا من السمك اللي امسكتم حب يقول لهم انا جايب سمك وانتم جيبوا سمك وتبقى اكله مع بعض كام بيورينا ان المسيح له المجد يعمل ونحن ايضا نعمر وتلاحظوا ان لما نعمل احنا ونظهر ان ما كانش هو يجي برضو على وش الفجر كده ويقول لنا ارمو الشابة على يمين برضو مش هنشتغل برضو كل شغلنا ملوع من طبيع وقته يعني تعبنا مفيد في الخدمة بس بنعمة ربنا وايضا الله يعمل ويخلص ناس من غيرنا من غير نقصد بدون توقعاتنا وبدون تجدير بشر زي ما قال مثلا في مثل الرعا الصالح قال لي خراس اخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي ان ااتي بتلك ايضا ربنا له ناس فتكون رعاية واحدة اللي رعا واحدة هي نفس الفكرة انت هاتوا السمك اللي انت جدت فيه وانا جايب لكم سمك من عندي وتبقى وليمة جميلة ففكرنا بفكرة النعمة والجهاد ان ربنا ينعم علينا بامور لا نستطيع احنا الوصول لها ونحن نجاهد للوصول الى ما نقدر ان نصل اليه لكن لازم نعمة ربنا فصعد سمعان بترس صعد سمعان بترس معنى كده ان في لعاب المسيح ونزل تانى يشد السفينة ويشد الشبكة فابتدوا بقى يجر الشبكة عشان يطلعوا من البحر بيها خالص عن رملة ورد ودجب الشبكة الى الارض ممتلئ ثمكا كبيرا مئة وثلاثة وخمسين ومع هذه الكثرة لم تتخرق الشبكة اقارن لكم بين الحافتين بتاعة لوعة وخمسة في بداية معرفة التلاميذ بالمسيح وهنا يحنى 21 في نهاية رحلة المسيح لو المجد على الارض قبل صعوده بأيام المرة الاولانية كان لازم يدخلوا للعمق ساكرين والشبكة تخرقت ومعرفوش يعد السمك والسفنتين كانوا يغرق المرات في يدوك راموا على اليمين الشبكة مع الكثرة لم تتخرق كانت سفينة واحدة وقلنا ايه تاني ولم تغرق السفينة ما كانتش بتغرق السبكة دايما في فتر الاباء رمز للانجيل الشبكة الصياد الصياد هو الخادم طب ايه شبكة الخادم فينا هيجيب الناس بربنا بايه بالكتاب المقدس بالشبكة بالانجيل بكلام ربنا كلام ربنا او رسالة الانجيل لن تكن قد اكتملت سلوء خمس ليه؟ المسيح ما كانش تسلط ولا مات ولا قام ما كانش عمل الفداق لكن بعدما المسيح تمم الفداق على الصليد وقام من الموت اكتملت البشارة يعني الخبر المفرح بتاع المسيحية بقى كامل فلم تتخرق الشبكة فهمين المعنى؟ يعني اليهود عشان كان يشجع يهود الربنا قبل ما يموت المسيح ويقوم كانت مأمرية صعبة كان يشجعوا بعض عشان الناس ترجع لربنا وتعرص ربنا بس لم تكن الشبكة قوية لانه كان لسه فيه صجرة لم يحق الخلاص ما كانش اكتمل لسه المسيح ما اتمش الفداق فعشان كده كادت السفينتان تغرقان يعني ايه يعني بالرغم ان هما صادوا سمك كثير في المارة الاولانية لكن كانوا يغرقوا هما والسمك ليه لان الخلاص لم يكن قد اكمل بعد لان المسيح له المد ما كانت صلب وماته قام المرة دي شبكة اكتملت كاشارة انه المسيح اكمل عمله ماته قام وقدم الخلاص ده بالروح القدس لكل البشر تلاحظوا المارة الاولانية كانت سفينتان ليه كان العالم قبل المسيح او فداية خدمة المسيح منظر له دايما على انه فرقتين ايه تبقيت التعرموز دلوقت الامم واليهود كان دايما كده العالم في ذهن الدين القديم او اليهودية منظر له انه سفينتين سفينة يهود وسفينة امم لكن بعد اتمام الفداء لم تعد الا سفينة واحدة هي كنيسة واحدة تجمع اليهود الامم وما عدش في فضل اليهود على اممه كل داخل على المسيح له المجد بالنعمة ربنا المارة الاولانية ما كانش في عدد عارفين ليه لانه بصراحة حتى اللي نمسكوا في ربنا ما كانتش اسماؤهم مسجلة في سفر الحياة بالمعنى بتاع العهد الجديد النهاردة ليه عدوا السمك وبتطلعوا العدد لانه كل واحد داخل في شبكة العهد الجديد بيتسجل اسمه في سفر الحياة وبياخد رقم يعني يقصد محسوب في سفر الحياة معدود خلاص مارة الاولانية ما كانوش بيتعدوا لانه هم يهود في بعض على امم كلهم في الاخر ما اللي همش خلاص لكن بعد اتمام الفداء اصبح في خلاص واصبح العدد مهم عشان كده تسمعوا سفر الرؤية اعباد المخلصين اللي في السماء كاشارة طبعا رمزية ان كل واحد له اسمه في السماء ومعروف باسمه ومكتوب باسمه لانه الخلاص اصبح لمن يؤمن ويعتمد ويدخل تاريخ الخلاص فدي تفضح لنا يمكن بعض الصروق بين القصة الاولى والقصة التانية الاولانية كان مشوار طويل عشان يصيدوا الناس لازم يدخلوا للعمق بالمرة دي يا دو دير معلمين زي ما الكتاب يقول الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك لان النهاردة الخلاص مش صعب انك توصر رسالة الخلاص لانسان ما بقيت اسم مأمورية صعبة اوه لكن زمان قبل ما المسيح يخلصنا ويفدينا كانت مأمورية صعبة هتقول للناس يمشوا صحة على اي اساس الجميع زاغوا وفسدوا واعوذهم مجد الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد لكن النهاردة الشبكة قوية متمسكة عدد اللي بيدخلوا فيها بيتعرف بيتحسب هي سفينة واحدة بالضمن كل الذين يأمنوا بربنا يسوع المسيح له المجد ومشوا في السكة اللي جرحها لنا وهكذا وكان السمك تبير ممتلئ سمكا كبيرا يعني ايه سمك المرات دي كله ايه متوسع عليه بقى عشان كده دايما الاباء يشوفوا ان انه يعني التقوى في العهد الجديد اكبر من التقوى في العهد القديم يعني مثلا في العهد القديم لما واحد كان يجي ساعة موته يبقى خايف ومرعوب وزي حزقية الملك يعني رجل طقي ويقعد يصاصل مع ربنا يقول له تبا رب انا كويف واتمد في عمري شوية في العهد الجديد نسمع كل فتوق العهد الجديد القديم سمك كبير يقول له يا رب امين تعالى ايوه الرب يسوع ليه استهاء ام انطلق واكون مع المزيح سمك كبير يعني ايه يعني نعمة كبيرة واقتراض من الله بدرجة اكبر وانه مو في الفضيلة بدرجة اكبر ما كناش نسمع مثلا عن البتولية بشكل واضح في العهد الاديم كان في قدسين في العهد الاديم بس فكرة البتولية دي والترفع عن الاحتياجات الطبيعية والثمو بالحياة لمنتهى الصلاة والثمو طول العمر كانت فكرة غريبة في العهد الاديم نادرة جدا ما تكتشفوه لكن في العهد الجديد خلاص الباب تفتح ليه سمك كبير لان احنا في عهد النعمة كل السمك سمك كبير الرقم ده طبعا اجتهدوا فيه اباء كثير هيقول لكم ابسط رمز ليه لان طبعا فيه اباء زي اوريجينوس وزي اغسطينوس كانوا غويين يحللوا الارقام ويقولوا طالما رقم اتحط لازم له دلالة لازم له دلالة لازم له دلالة ده فعلا رقم ضخم جد مية ثلاثة وخمسين سمك كبيرة ما مش عارفين يشدوها لكن ممكن يقول ان الرقم ده يرمز الى رجوع الامم والامم رقم مية لان مية دايما رقم كامل يعني عمومي كده رقم يدل على مجموع البشر وخمسين رقم نصف كده يدل على اليهود والثلاثة رمز للثالوث الاقدس كانوا دايما يحبوا الثلاثة ديت بالثالوث الاقدس فيقولوا الامم واليهود يدخلوا الشبكة بالايمام بالثالوث الاقدس فاتحط مية ثلاثة وخمسة اكتهد من بعض الاباء لكن هو ابناخدها البساطة انه رقم كبير اوي وان الكنيثة والشبكة اللي معاها تبان سفينة صغيرة وتبان شذكتها على الذهب لكن هتجمع سمك كبير اوي للملكوت هي الكنيثة دايما كده فبصة عن الناس بتوع ربنا اللي في الدنيا تقول ايه ده ده العالم كله بعيد عن ربنا هيصطادوا مين ولا مين وهيجيب السمك الكبير جزايا لا متعولش الهاد ربنا ايده خوية والشبكة النهاردة متمسكة والصفينة ما انه بيسقوها صيادين على ادهم لكن واخدين نعمة مر جدنا فتخرج الشبكة ممتلئ زمكا كبيرا 153 ومع هذه الكثرة لم تتخرق الشبكة يعني مهما شككوا في الانجيل مش ممكن الانجيل هتتخرق خل عندنا الامان ده كل الاجيال هتشكك في الكتاب المقدس وسيضل الكتاب كلمة واحدة من كلامه لا تزول السماء والارض تزولان ده وعد ربنا فمحدش خاف على الانجيل لما يتهموا ويشرحوا ويطلعوا مغالطات ويحاولوا يشككوا الناس كل دي حاجات عدت على الكنيسة وهتعدي وتزول في الاخر وكلمة واحدة من كلام الكتاب لا يزول قال لهم يصح لهم متغد يلا كل ولم يقصر احد من التلميذ ان يسأله من انت اذا كانوا يعلمون انه الرب يعني حتى مفيش حد عده ابنى سك ان ده المسيح ايه قيمة الشهادة دي نحن ما زلنا في مرحلة اثبات القيامة المسيح ام ام حقا قام وشفوه ولمسوه وتقابلوا معك اذا مرة ودي مرة منهم على البحر واعد يأكل معاهم ويحكي معاهم ومحدث فيهم تجاثر حتى يسأله انت ولا مش انت عسان تبعى شهادة لكل البشر انه حقيقة المسيح قام بدون ابنسك ثم جاء يصحوا اخذ الخبز واعطاهم وكذلك السمك يعني المسيح لو المجة بيأكلهم بأيدي من الحادات الجميلة قوي لما تقروا الانجيل بدقة تكتسف ان المسيح له المجد كان بيقول هم اكل تلميذة فمرة رجعوا من الخدمة كان بعثهم ارسالية رجعوا من الارسالية يحكوا معاهم عملنا ايه وطلعنا شياطين ازاي وشوفنا ايه وكل احد عادي عادي يحكي له وهو يقول لهم يالا تعالوا ناخد جنب عشان تاكلوا هم عادي يتكلموا في الخدمة وهو بيكلمهم في ايه لازم تاكلوا فالمسيح لو المجد من محبته واطباعه حتى اكلنا الجسد بيقول هم عشان كده ايهما كان فيه خمس خبزات التلميذ قالوا له ما تروح الناس كفاية سمعوا كتير قوي وتوعظوا قالوا له لا دول كاعوا لازم يأكلوا فحتى الاهتمام بالجسديات ما حد سيقدر يقول ربنا مش مهتم بجسدياتنا لا ربنا مهتم بروحياتنا وبجسدياتنا في كل شيء اخذ الخبز واعطاهنا كذلك التمك هذه مرة ثالثة ظهر يسوع لتلاميذه بعدما قام الاموات مرة ثالثة في تسجيلات يحنن يعني في انجيل يحنن كده وبأسجل ثلاث مرات لقاءات جماعية لو تلاحظوا اول لقاء في العلية يوم الايامة بعض الضهر ثاني لقاء جماعي كان الحد اللي بعده في وجود تومة ثالث لقاء جماعي هو اللي ذكره على بحر تبريد فهنا لما بيقول ثالث مرة مش يقصد في مجموع ظهورات المسيح لا في الظهورات الجماعية اللي فجلها يحن فبعدما تغدوا قال يسوع لثمعان بطرس يا ثمعان ابن يونم هتحبوني اكثر من هؤلاء كان سؤال غريب اولا ثمهم يكلوا ويحكوا وخدوا رحتهم وطبعا مسيح معاهم وعادت بقى الزكريات القديمة والفرح القديم والبهجة وهم ماخدين على الاعداد دي ما كانت فعدة جديدة عليهم بقى لهم ثلاث سنين ونص معاهم فكل يعني مشاعر الفرح والذكريات الحلوة كانت موجودة فوجيهوا قدام بعد ما كانت خالبان كل مرة دي بيسأله مش لوحدهم لظهور قدام بقية التلاميذ قال له يا ثمعان ابن يونم هتحبوني اكثر من هؤلاء تسأل عجيب جدا هيا طيال الواحد فينا يكسر يسأل واحد انت بتحبني ولا لا ممكن يكسر يعني كرمت تنقح عليه مش اقول يعني انا اسأله كمان بتحبني ولا متحبنيش الطفل ما يكسرش لانه متواضع احنا متكبرين يمكن نكسر المسيح له المجد متواضع ما يستكترش ان يسأل كل واحد فينا يا فلان انت بتحبني ولا لا طبعا ده يعني سؤال مخجل جدا ويعني المسيح عارش كل حاجة طب يسأل ليه بعدين يحط فيها كلمة جميلة يقوله اكثر من هؤلاء اكثر من هؤلاء اكثر من هؤلاء تعب نسهمها بطريقتين ممكن نسهمها انت بتحبني يا سمعان اكثر من كل الناس اكثر من زمايلك دول اكثر من كل الناس اللي انت بتحبهم انا اهم واحد عندك ولا فيه الناس بتحبهم اكثر مني ممكن تتفهم كتن ان المسيح له المجد عندما يسألك عن سؤال بتحبني ولا لا كلنا هنقوله ايوه نحبك يا رب تب بتحبني اكثر ولا ولادك تحبني اكثر ولا مراتك تحبني اكثر ولا شغلك تحبني اكثر ولا صحتك هنا السؤال بصعب صعب لكن قلت بتحبني ايوه سهلة ايوه نحبك ايوه لكن اتحبني اكثر من هؤلاء يبان ان السؤال ما احتاجش الاجابة سريعة احتاج الى مراجعة لان المسيح قال ان احب احد ابا او اما او زوج او اولاد اكثر مني فلا يستحقني يعني لكن لو سأل ابو ابراهيم اتحبني اكثر من هؤلاء يقول له ايوه ده امارة ان انا قدمت سحق زبيح ولا سحق ولا صار ولا حد في الدنيا اغلى منك يا رب فسمعان ابنيونا وهو رجع له مشاعر الحماسة الاولى وفرحان بالسمك واعد اكل مع المسيح وكل بقى الهيطة جواه حب كده ينبهه انا مركزي عندك بعد ده كله ايه انا فين اكثر من هؤلاء ولا اقل من هؤلاء يا سمعان ابنيونا اتحبني اكثر من هؤلاء طبعا سمعان باندفاعه المعتاد وبطبته قال نعم رب طبعا اكثر من هؤلاء انت تعلم ان يحبك كويس انه قال انت تعلم يعني برضو انا صدق نسبها للمسيح لكن لان المسيح له المجد يعني الاجابة مريحتوش او يعني نقولها ازاي نقولك انا عاوز يراجع نفس السؤال تاني ام عدهوله تاني ساعات لما تستعجل وتجاوب المسيح تقول له رب انت اهم واحد في حياتي يقولك طب الآلك تاني طب وراجع نفسك تاني لان ساعات الواحد فينا يندفع وهتصور انه يعني بتاع ربنا خالص وان ربنا اهم واحد ويكون في حاجات كتير قوي في حياته تقوله غير كده تقوله انه بيميز حاجات كتير قوي قبل ربنا فيقوم سأله تاني يا سمعان قبل ما يسأله قال له قدك الموتك ارعى خرافي يعني ان كنت فعلا بتحبني اكتر من هؤلاء انا هاتمنك على اغلى حاجة عندي ارعى خرافي ودي توضح قبل كده المسيح بيحب خرفانه حب شعبه انه قبل ما ياخد راعي من الرعاة ويوظفه اول سؤال يقوله بتحبني ايه اكتر من كل حاجة طب ارعى خرافي لان اي خدمة منضعها حب ربنا مصدرها حب ربنا والرعاة الصالح لازم يكون بحب ربنا عشان ربنا يؤمنوا على اولاده مش ممكن يؤمنوا على اولادهم ويحبوش ممكن يكون معناها تحبني اكثر من هؤلاء وده برضو واضحة يعني كلهم بيحبوني يا سمعان من فيكم اشتر انت ولا هم انت بتحبني وهم بيحبوني يا ترى من فيكم اشتر والسؤال ده له دلالة ليه سمعان قبلها بكم اضحح كان بيقول ايه ان انكرك الجميع انا لن انكرك فكان حاطت نفسه فيه منافسة مع بقية التلميذ قال له بص هما بيحبوك قد كده انا هما بحبك اكتر من كده فكان هو انطلع نفسه اكثر حبا من من حواليه للمسيح فطبعا السؤال هنا له دلالة ليه لانه وقع في الانكار قبلهم كله فطلع ان الكلام سهل لكن في الحقيقة ما طلقش قد كلامه فمن هنا المسيح له المجد عاوز يديله شوية اطباعه يفرم البين دفاعه فقال له يا سمعان ابن يونة اتحبوني اكثر من هؤلاء يعني لسه حاسس ان كنت اشطر منهم فهو برضو اندفع وقال له نعم يا رب انت تعلم اني احبك قال له مال وانا مصدعك ارعى خرف قال له ايضا ثانية يا سمعان ابن يونة اتحبني قال له نعم يا رب انت تعلم اني احبك قال له ارعى غنم قال له ثالثة يا سمعان ابن يونة اتحبني فحزن بطرس لانه قال له ثالثة اتحبني فقال له يا رب انت تعلم كل شيء انت تعرف اني احبك ليه حزن بطرس لما سأله ثالث مرة اما انه حسن المسيح مش مقتنع بالاجابة فهو نفسه شك في نفسه اول زي ما انت قلت كده هو فهم ان المسيح بيفكره بطريقة مهزبة جدا ورائية بالثلاث مرات اللي قعد يحل ويلعن ويقسم انه ما اعرفش المسيح فحب يحط ثلاثة اقصادهم بتحبني ايه بحبك بتحبني ايه بحبك بتحبني فحزن لانه ملابعاش قادر يقول له بحبك ساعات الواحد فينا يخجل انه يقول له ربنا بحبك ممكن يقول له رب انا متأكد انك بتحبني بس انا مش قادر اقول لك انا بحبك ولا لا هيطلع كلام عشان كده يحمى قالها بطريقة جميلة قال لفنا نحن وحببنا الله بل هو الذي يحبنا احنا معدش فينا يقدر يقول لربنا انا بحبك اوي يطلع كلامه ايه كلام لانه اكيد اصف حق ربنا بدل المرة مرات وتهى وانف حياته وحياته بتقول انه بحب حاجات تانية ذي ربنا ويمكن اكثر من ربنا لكن الحاجة اللي مش ممكن حب المفروض يشك فيها ان ربنا محبته كاملة فعل فحاجنا بترس لانه قال له ثالثة اتحبني بارو دي في الخلوات والاعبات الرحوية لها قيمة ان الحقيقة الخلوات الرحية او المواجهة مع حب الله احسن ما تبقاش كلمة ورد غطاء خد وقتك لغاية ما توصل الى هذا الحزن الروحي اللي هو يعني ايه يعني الواحد ما يقومش ان الاعدى مع ربنا غير لما قلبه يتكسر كده يحس انه مكسوف من ربنا لان ده شعور مهم جدا لنمو الانسان روحي ان الواحد يعرف قدر نفسه ويعرف انه ما يثقش في نفسه تاني روحية سمعان كان ياثق في نفسه روحية كان ساي في نفسه يعني قد كده فرحان بردنا فلو الناس كلها تقلبت هو مش ينكروا وانكروا بعدها بساعة لكن مع المواجهة دي يبقى الواحد يقول يا رب لو جاء ايام اضطهاد دلوقتي انا خايف على نفسي خايف مزبت سيبقى الواحد حزين على نفسه بخجز هذا الحزن يبقى هو دباد التوبة الصح وده اللي يقدر الانسان روحيا صح لكن المسيح من اتباعه ما كسفوش ولا مرش ما قالوش فبراجع نفسك بزمتك ده ككلام طب ده انت انكرتني لكن قدام كل التلاميذ لانه قال له انت تعلم يا رب اني وحبك قال له ارعى خراسي بعض الاباء يقولوها ان كانت مهمة جدا الحركة دي قدام التلاميذ ليه بطرس من ساعة ما انكر ما كسف يبص في عين اخواته كان عامل وسطهم ريس وهو الوحيد اللي انكر وما بعاش عارف حتى لو المسيح سامحه من حقه يرجع يبقى رسول ولا لا ما هو واحد عامل عاملة كبيرة زي كده يهوز التاني شمق نفسه وفقد ابديته وصمعان انكر صحيح احنا عارفين المسيح قبله اول واحد عشان يطيب خطره وقبله في العلية ليلة الايامة وبعدها في اسبوع وهو بحر طبرية لكن كان لازم الكل يسمعوا من فم المسيح توكيل الرعاية مرة اخرى لبطرس يرعى خراسي عشان يرجع لكرانته الاول عسان يعرف ان المسيح قبله كراعي حتى بعد وعيته وتعرف كل اخواته التلميذ ان المسيح ملغاز بطرس لانه ضعف قبله تاني كرسول ودى له مركز الرعاية القديم فهنا كانت التكريم ده قدام التلميذ كمان يعني من محبة المسيح لبطرس ان حب يرجع له كرامة الخدمة والرعاية وقدام بقيت اخواته عشان ما يرجعش تاني حاسس انه اقلم انهم مش عارفة يشاركهم المسئولية ولا لا زي الاول كبه خلاص بيتعلني ثلاث مرات يقول له ارعى غنمي او ارعى خراسي المرة الاخيرة تلاحظوا ان بطرس لما جاود كان تعلم شوية التضاع فما قال له انت تعلم اني وحبك قال له انت تعلم كل شيء يعني انا مش عارف انا مش قادر اجذب ان انا بحبك انا بقيت بشك في نفسي لكن باندفاعه العادي برضه بعد ما قال له انت تعلم اني وحبك قال له انت تعلم كل شيء قال له انت تعرف انه وحبك يعني عارفين يقول له ايه ولا انا بيتش عارف انا بحبك كله بس انت عارف ان انا بحبك يعني هو مش قادر ينكر مشاعره كمان هو فعلا بيحب المسيح لكن هو بقى عارف انه ما تقولهاش كده مثفولة ما تقولهاش كده بحماس لحسن تكون مش قدهب راجع نصفك خليك متواضع وتقول له يا رب انا مستهدس ان انا احبك لكنك تعلم اني وحبك هذا السؤال اللي يتصدر اخر انجيل يحنى سؤال يعني اقول ايه امكان اهم سؤال الواحد هيتسئله في حياته اهم سؤال في حيات الواحد ان الواحد يجي المسيح له المجد يسأله كده يقول له فلان سيبك من كل حاجة في الدنيا سيبك من الخطايا ومن البركات ومن الكنيسة ومن الخدمة ومن اللي حواليك ومن المشاكل ومن اللي فات ومن اللي جاي انا سألك سؤال واحد انت بتحبني او لا سؤال مهم او سؤال معناه يعني مصير انك انت لو قلت بحبك يا رب يبقى مصيرك معاه للابد ولو تبعت مش بتحبه يبقى دعت الى الابد والسؤال ده هو اللي بيحدد كمان اختيار الله لينا كخدام وكرعاب هتحبني ارعى خرافي ومن ضمن التأملات برضو انه بي نبيه سمعان ابنيونا فعن يوم قال له انت المسيح ابن الله الحي قال له انت بترس رفع ليك فده له اسم جديد قد ايمانه الجديد النهار ده وهو بيراجع على محبته بيجد له اسم القديم لان ساعات ربنا عشان يعني يهذب كبرياءنا شوية يذكرنا ببدايتنا فيقول يا سمعان ابنيونا بتاع زمان الصياد الغلبان اللي ما كانش يعرف حاجة اللي يعني انت بصك كبيرت لانك بعيد بتخرج شعاطين وبتعمل معجزات وماشي مع المسيح لكن قبل ده كله سمعان ابنيونا بتاع زمان الصياد الشضل اللي كان يقعد يزعى ويجتموا ملوش في حاجة اتحبني كيام ربنا ساعات يراجع معانا بعض الايام الاولى زم يقول تذكرت الايام الاولى فلهكت في كل اعمالك او الصفر الرؤية يقول اذكر محبتك الاولى او عندي عليك انك تركت محبتك الاولى خسار الايام الحلوى الاولى فساعات كلمة سمعان ابنيونا نوع من المراجعة يمكن لما كنت شب صغير كنت شماز وكنت حلو كنت نشيط او يعني كبرت وانشغلت انشغلت عن ربنا كبرت على ربنا هتقول عيال هتقول شغلة هتقول صحة هتقول كل ده سين جانب سؤال اتحبني ما انت لو بتحبني ما كنتش تسيب حاجة تسرقك مني لو بتحبني ما كنتش هتبقى وصلت للحالة ده سين زمان لما كنت متحمس وصخن وكان نفسك تعيش عشاني وكان نفسك تخدمني على طول يا سنعان ابنيونا اتحبوني اكثر من هؤلاء وبعدين يقول له اين مسيح لو المجد الحق الحق اقول لك لما كنت اكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء ولكن ما تشخت فانك تنضي يديك واخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء حيث لا تشاء الحتة بيها تلخبت ناس كتير اولا اولا ايه لزومها في الوقت ده ويعني ايه معناها بيقول له بص بطر لما كنت صغير اكثر حداثة حداثة يعني حدث يعني شاب صغير يعني لما كنت صغير صحتك كده بطرس كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء بمزاجه هي معناها ببساطة كنت واخد في جناتك كده وتعمل اللي انت عاوس كنس حد يقدر خليك تعمل حاجة على غير مزاجك كنت تربط نفسك كنت منطق ذاتك ده علامة الاستعداد عندهم ده وتمشي حيث تشاء طبيعي الشباب النهاردة تلاحظ ان الشاب من دول بينشي على مزاجه يعني يمكن الكبير يفكر ويشوف الدنيا تنشي ازاي ويجاري الجو لكن الشاب بياخد كده بمزاجه ينسي قال له لكن نتا سخت انك تمد يديك يعني بتداره لحد يشدك واخر لمنطقك لما بتعجز قوي بتمدي ايدك تقول سقوني وواحد تاني بيربطك يعني يحزمك كده عشان تعرف تخد تنشي خطوطين ويحملك حيث لا تساء الكلام مش مفهوم في وقت لكن لان يحنى بيكتب الانجيل ده سنة كان تقريبا سنة مية كان سمعان بترس راح السنة قبلها بتاع تلاتين سنة كان استشهد خلاف فلما المسيح قالت كلمتين دول محدش فهمهم لانه ده كلام تعلقته بالموضوع بيقول لي بترس لما تبقى صغير تنشي بمزاجك ولما تقدر واحد تاني هيمسيك على غير مزاجك اه اخدين بالكم المعنى تبقى لاقصوا بالموضوع فيقول ايه بقى هنا معلمنا يحنى قال هذا مشيرا الى اية نيتة كان مزمعا ان يمجد الله بها اتار المسيح وهو بيقول له ارعى خرافي بيقول له على فكرة بترس انت عارف هتجيل السمه ازاي اجيلك السمه هو بيكلمه كبداية خدمة وفي نفس الوقت بيقول له اخر حياته هتمشي ازاي اخر سكته هتمشي ازاي في حيات سمعان بترس في قصة جميلة يمكن الناس مبتعرفها اش لما شاخ بترس كان راح روما يبشر وعشان كده الفاتيكان بيحبوا بترس اكتر لكن احنا في ايمان الارثودكسي نعتقد ان بولس وبترس يمكن بولس شارك في الخدمة في روما اكتر الا ان بترس يعني استشهد في روما فقامت زا وبعت اضطحات سديد قوي وبترس كان مطلوب الابد عليه اعدامه لانه شيخ المسيحيين فبترس وهو عجوز قرر يهرب من روما وهو خارج من روما شاف رؤية شاف المسيح له الماجد سايل صليبه داخل روما فقال له على فين يا رب قال له داخل اموت مكانك مش انت مش عاوز تموت فتكفف ورجع اخر يومنطقك ويرسلك حيث لا تشاء ما تفهمهاش غير في الوقت ده فلما جون يصلبوه قال لهم بصراحة انا مكسوب ده هو عيلهالي بقاله تلاتين سنة ان انا وانا صغير همشي بدماغي ولما اكبر حد تاني اللي هيمشيني على مزاجه وانا ما كنتش ما كنتش فهمها فانا ما استهلش حتى تصلب زيه صدوني رأسي تحت فصلبوه منكس الرأس جناء على طلبه وكان فرحان انه فهم القصد اللي قاله المسيح وهو بيودعه بكلمة ارعى خرافي قال له لما كنت صغيرة بطرس كنت تمشي كده برحتك ولما هتكبر واحد هيمسيك على غير مذابك يحنى بقى لانه حضر الاحداث ده يقول قال هذا مشيرا الى اية ميتة اي طريقة موت كان مزمعا ان يمجد الله به يعني اتار يحنى بقى عشان حضر ده كله بيقول المسيح كان بيتكلم عن الطريقة اللي هيموت بيها بطرس بعد اثنين طويلة من الخدمة لانه كان مش هبعاوز يموت والمسيح هيقول له لا لازم ده وقت تتبأ يقول له تعالى كفاء ولما قال هذا قال له اتبعني بعدما المسيح قال له ارعى خرافي وبعدين قال له يقفل عمرك ماشي بدماغك هيجي لك وقتها يمشيك على مزاجه قال له يلا خليك ورايا بقى اتبعني تاني فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه وهو ايضا الذي اتكى على صدره وقت العشاء وقال يا سيد من هو الذي يسلمك قال من على يحنى الحبيب يعني المسيح لو المجد قال له بطرس اتبعني فبطرس بس كده لقى مين واقف جنبهم يحنى لان يحنى كان بيلزق للمسيح المسيح بيتحرك وبيقول له بطرس يلا تعالى ورايا يحنى لا اقول وحد بيزر عبره بينش ورا المسيح فلما رأى بطرس هذا قال ليسوع يا رب وهذا ما له برضو بعض الناس بتفهمها اذا بطرس رجعت له الغيرة تاني وقال له طب انت شو طول انا اتبعني هو ما له لا يلحك يا مش كده هو بدل قال اتبعني يبقى اتبعني في الخدمة وبدل انزله خدمة معروف المسيح كان بينزلهم اتنى مات فكان بطرس لتعلقه بيحنى عاوز بدل المسيح قال له اتبعني يقول وراها ايه واخد يحنى معك زميلك عشان دا ايه بقى تبقى خدمة العمر خلال هتبقى ارسالية بلا نهاية فعاوز تطمن مين زميلهم برضو بترس لسه في الطبعة ده مندفع شويتين بالرغم من كل الكلام ده فلما لقى يحنى لازق للمسيح واول ما سمع كنت اتبعني بيري ورا المسيح لانه قلبه دايما سخ قال له طب ايه رأيك فيه هذا ما له دي معناها طب ويحنى يعني هيروح فين طب انا هيروش مبارك طب ويحنى فمسيح رده وقال له الاتب قال لا يسوع ان كنت اشاء انه يبقى حتى اجيء فماذا لك اتبعني انت يعني ايه يعني ايه لا كنت انا عاوز يستماني بغاية مجد من السماء انت لنها لك انا بقولك اتبعني برضو المسيح له المجد لسه بيهذب صفاته المندفعة شويت قال لي انا كل واحد منكم لو عندي رسالة لو عندي قصة هيعيشة اتبعني انت يعني مالكش دعوة بيحنى الحقيقة فعلا يثبت في التاريخ ان بطرس يحنى فضله ملتصقين ببعض سنوات طويلة جدا في الخطو اللي يقرى سفر الاعمال اول عشر اصحات يلاقي بطرس وحنى ما بيسبوش بعض بيتضرده مع بعض وبيتسجنه مع بعض وبوعظه مع بعض وبيصله مع بعض ففعلا يبان الصداقة اللصيقة بين القديس بطرس الرسول والقديس يحنى الحبيب وفي سفة رسالة غلطة اللي هندريتها بنعمة ربنا في فترة الجاية برضو يبان ان كانوا ثلاثة اعمدة بطرس ويعقوب يحنى تحركوا مع بعض دين فهنا يبان ان بطرس من محبته كمان ليحنى كان نفسه يزامله فالمسيح قال له بص خليك في نفسك لعنى توزيع الخدمة سبهولي انا بلازت اختار عاوزه برضو يبطر الحتة بتاعة الكبرياء والتدخل يقول حضره خلا فقال له يسوع ان كنت اشاء انه يبقى حتى يجيء فماذا لك اتبعني انت فزع هذا القول بين الاخوة ان ذلك التلميذ لا يموت هم خدوا التعبور اللي قال له يسوع ده بالحرف يعني بيقول له ان كنت انا عاوز ان يحنى ده يستناني لغاية ما يجيه انت مالك فهم خدوها على ان يحنى فعلا مش هيموت وهيستنى المسيح في مجيء التالي فيحنى لان كلهم راحوا السماء وفضل لسه قاعدوا عجوز اوي الاشاعة دي عمالة تزيد ان يحنى مش من النوع اللي بيموت هيستنى المسيح لغاية ما يجيه لكن يحنى لانه فهم المسيح صح فهو يصلح هنا بقول ايه فزع هذا القول بين الاخه ان ذلك التلميذ لا يموت ولكن لم يقل له يسوع انه لا يموت بل ان كنت اشاء انه يبقى حتى اجيء فمسلك يعني المسيح مقالش انه مش هيموت بس كان بيقول له بطرس لو انا عاوزه يستناني لغاية ما يجيه انت مالك فيحنى بيأكد انه هو هيموت وبيأكد انه هيروح السماء زي زباقية الرسل وان المسيح مكانش يقصد حرف المعنى انه هيستنى لغاية ما يجيه لكن كان يقصد انه الترتيب ربنا في حياة كل واحد مختلف عن التاني مفيش داعي نفرد على ربنا صورة ومعين احنا عوزينه نهاية الانجيل كله هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا مفيشين في الرسالة الضخمة في الاخر لازم الشخص يوقع ويسجل اسمه وبياناته مين اللي كتب دا كله فهنا يحنى لانه لما بدأ انجيله بدأ بالكلام على ربنا على طول في البدء كان الكلمة ما ذكرش نفسه ابدا فاخر الانجيل يقول انا بقى الشاهد هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا ونعلم ان شهادته حق واشياء اخر كثيرة صنعها يسوع ان كتبت واحدة واحدة فلست اظن ان العالم نفسه يسعى الكتب المكتوبة طبعا باحتاس يحن الحلم انه اللي كتبه دا اقل كتير اوي من اللي يعرفه واقل كتير اوي من اللي شايفه واقل كتير اوي من اللي المسيح له المجد فلازم يجي يقول في الاخر انا اتوقع لو حبينا نكتب عن المسيح العالم كله لا يسعى الكتب المكتوب حتى اخر آية في انجيل يحنى تؤكد لهوت لهوت سيد مزيح ليه لانه مين الشخص ايا كانت صفاته اللي العالم لا يسعى الكتاب عنه ككتب فيش شخص بشري كتب ولكن هنا بيقول اشياء اخر كثيرة صنعها يسوع ان كتبت واحدة واحدة فلست اظن ان العالم نفسه يسعى الكتب المكتوبة ونضهك ان يحنى سمى نفس الشاهد قال تلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا ونعلم ان شهدته حق وبرضو اللي فكر من كل انجيل من الاول كل موقف كبير كان يحنى يأكد ويقول والذي عايا شهد مثلا ان هو تحت الصليب وشاهد الدم والماء ينزلين من جنب المسيح هنا مضع الحتة دي تاني وقال انا عاينت وشهدت النفس وفي اخر الانجيل خالص يقول انا الشاهد على كل اللي تقال في الانجيل ده كل سنة هم تطيبين نعمة ربنا اللي دام علينا الصحة والعمر لغاية ما خلصنا انجيل وحنة وربنا يديكم نعمة ان انتوا تشبعوا بهذا الانجيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر